اقرار الموازنة بعد تصحر أصاب جيوب العراقيين الذين انتظروا اقرارها على جمر اللضاء لكنها لم توصل أمنياتهم إلى شاطئ الأمان بسبب تجاذبات الفرقاء السياسيين التي أنتجت موازنة حسب أهواء وتراضي الكتل السياسية كثير من الأمور للأسف الشديد لم تكن مرضية نقول بأن هذه نتاج الفساد نتاج العملية السياسية المصالح الفئوية للأحزاب والجهات هذه التي لم تنتج موازنة إلا بعد اتفاقيات إرضاء هذا الطرف على حساب هذا الطرف وتبادل مصالح بين جميع الأطراف وبالتالي كما هو معهود بأن يكون شريحة المواطن هو المتضرر من هذه الموازنة وغيرها من القرارات المتخبطة أخطاء الحكومات المتعاقبة خلفت جيشا من العاطلين عن العمل وحرمت خريجي السنوات السابقة من التعين وفي موازنة اليوم يغبن حق الخريج بالتعين لتقدمه بالعمر فضلا عن تدمير القطاعين العام والخاصة المفروض كل شرائح الشعب يدخل بالموازنة أكو خريجين بالألفين وثلاثة واربعة وخمسة هذول الشي سوون يعني شنو ذنبهم يعني هسا أكو خريجين هندسة أدنى يعني باقي الشسمة كليات هسا قاعد يشتغل عمالة هذا خطيئة شي سوي يعني هسا أخروا الموازنة وذول الشرائح ما مشمولين بها زين شنو ذنبه هذا يعني لازم بالموازنة يعني يعني يدخلون كافة شرائحا لذول العاطلين يعني يعني لازم يسوي لهم حل ميزانية غير موزونة أدت إلى زعزعة موازين المواطن الذي كان يأمل أن يزن من هذه الميزانية شيء له لكن وزنها لم يكن موازية لطموحاته فعاد إلى زنزانة أحلامه المقيدة التي بنتها تخبطات السياسيين على مدار عقد من الزمن من كاركوك سعدون السلطان قناة التغيير